أغنى ست عائلات عربية حاكمة العائلة المالكة المغربية تمتلك العائلة المالكة المغربية والمكونة من 19 شخصا ما يزيد عن 8 مليارات دولار ويمتلك نصيب الأسد منهم الملك محمد السادس العائلة المالكة في دبي بثروة تقدر بـ 18 مليار دولار وحكمت عائلة المكتومة دبي منذ قرنين من الزمان وحولوها من صحراء قاحلة إلى جنت الأفرياء يمتلك معظم الثروة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم العائلة المالكة في أبوظبي بثروة تقدر بـ 150 مليار دولار والمصدر الرئيسي للدخل هو تجارة النفط وتمتلك العائلة أطول مبنى في العالم برج خليفة في دبي والقصر الملاكي للعائلة ثمنه 2 مليار دولار وهو الأكبر في العالم حيث تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع العائلة المالكة في قطر بثروة تقدر بـ 335 مليار دولار ويقود العائلة الشيخ تاميم بن حمد وهو أصغر حاكم في العالم حاليا وتمتلك العائلة مجموعة كبيرة من العقارات في المملكة المتحدة أكثر من العائلة الملكية البريطانية نفسها وهي أيضا شريك رئيسي في شركات فولكس وبركليز العائلة المالكة في الكويت بثروة تقدر بـ 360 مليار دولار فعلى مدار حوالي 300 عام حكمت عائلة آل صباح الكويت وجمعت ثروة تبلغ حوالي 360 مليار دولار وتأتي ثروة العائلة من صادرات النفط وتمتلك العائلة عددا كبيرا من الأصول في جميع أنحاء العالم خاصة في أمريكا العائلة المالكة السعودية بثروة تقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار فهم أغنى عائلة ملاكية في العالم بأسره فالمملكة العربية السعودية هي واحدة من أغنى البلدان في العالم بفضل الاحتياطي الكبير من النفط وتنتلك العائلة الملاكية عقارات في فرنسا والمملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم وتدفع العائلة مبالغ كبيرة مقابل شراء أي شيء تريده فلوحة ليوناردو دافنشي التي يبلغ عمرها 500 عام قامت العائلة بشرائها بمبلغ 450 مليون دولار